مشكلة ورده طبعا لانه على الاقل دلوقتي عندك شكل في الناحية الفنية عندك مصطفى محمد عندك صلاح عندك شكل يعني انا كمان شايف انه بازيح نتكلم فيها اكتر لكن مصر لها تاريخ طويل في هذه البطولة يا محمود وكبير طويل وكبير طبعا يا ابتن اسلام ناس كتير ما تعرفش يا ابتن اسلام انه مصر هي الاساسة البطولة صحيح اول نسخة تلعبت في السودان لكن احنا لأسسناه عن طريق رمز كبير التاريخ يتوقف قدامه لكن احنا الحمد لله يعني للأسف شهد من النساء عبدالعزيزة عبدالله سالم ده كان رئيس الاتحاد الافريكي اول رئيس الاتحاد الافريكي كان مصري وكان راجل له ابعاد وافكار مختلفة هو الاساس البطولة وصاحب فكرتها وهو اللي شجع الافارك انهم يعملوها هو الاساس الاتحاد الافريكي نكن من دور مصر السياسي في القارة كمان هو كان دبلوماس كبير كمان يا كابت الاسلام هو اللي اللي صنع اول كاس على نفقته الشخصية كانت من الفضل خالص وخدها معاها للسودان فاكتشفوا ساحة البطولة ان فيش كاس فاللوم الكاس عندي في القوضة موجودة موجودة جاب الكاس معامل مصر وجاب البطولة فهو راجل هو الاساس البطولة وهو صاحب اول كاس كمان التاريخ البطولة دي بتوقف كثيرا قدام بعض الرموز والاعلامات الكبيرة زي اول هداف البطولة كابتن ديبة مثلا الرجل الاسطوري ده وانا كانت شرفت ان انا عملت معاها وارب كده استود اصمي قاعد معا كتير عمل معاها وارب كتير كابتن ديبة ده كان حاجة مش طبعية حاجات علوة فتاريخ البطولة ده بالنسبة للمصريين احنا اصحاب سبع القاب وده الحلم التامن ريس اواء ايلا احنا عايزين التامن وتسع ده الحلم التامن وبيقاتف في ظرف مهم جدا وكمان الجيل ده يستحق ان هو يحط اسمه بقى مع الناس اللي حطت اسمهم عبر البطولات الطويلة دي اه الاول عشان برضو معلومة ناس كتير جدا بتغلط فيها للأسف الشديد نصحاح معك كابتن اسلام اول مدير فني لمنتخب مصر في اول نسخة لكاسة اوام الأفريقية وصاحب اول لقب تصور مين يا كابتن اسلام مراد فاهمي كابتن مراد فاهمي والد المواند واحد من رموز قامات النادي الاهلي الكبيرة مراد فاهمي اشتعل في الكاب من الواسطة اه لكن للأسف الشديد في بعض المواقع بتغلط في اسم المدير الفني فبنصحح بس المعلومة ان مراد فاهمي هو اول مدير فني لمنتخب مصر ده وقت الدهب من وجهة نظري رحين بطموحات مختلفة رحين بدعم سياسي وشعبي ومعناوي كل الاصائضة تدعم منتخب مصر كم تمرينة اللي كانوا على الاستاذ الاستاذ الرائع الجديد طبعا ملعب مصر بالمدينة الرياضية ولو بسيط اكتل اسلام بحبش اتكلم في الفنيات كتير في وجود الكابات الكبار ولكن لو بسيط لو بسيط على منتخب مصر هو رايح لكوتفور هتلاقيه المنتخب المتكامل مش هتلاقيه في منتخبات افريكا اللي جاية دي جول كيبر بهذا الشكل وقدامه يصير ده باكات رائعين زي عمنا باعجازي الباكات اللي اتنين مميزين الدفندرات اللي عندك مميزين صلاح والاجناحة مميزين والفرق والبلعب في فرنسا لانت الفرنسي بسامة محمد لا فرقة مفيش حجة خلاص عصر الحجة ولا الجلدة وصل اتنين فاينال ده وقت الدهب ان شاء الله ان شاء الله يكون وقت في حاجة مهمة قبل بس ان اروح الحاجة المهمة لازم برضو ان انا عندي حاجة سلبية لا معرفش اقذك على المنتخب ان بقادي عادة لا اقذك على المنتخب انا بس هسأل حاجة قبل بس مطلع اشوف التجاري القادم لكنه هو هل من الممكن ان تكون هناك بعثة